اهلا من كل حضراتكم مرة ثانية عودة لعشرة الصبح في الاهلي طبعا اليومين دول اوروبا والمركاتو الصيفي مشتعل على يعني وصل لأقصى الدرجات اللي اشتعل احنا الحقيقة اللي خصنا في الموضوع ده كله هو ابننا في حمد صراح واللي الحمد لله وضعه اتضح وتم تجديد أو تمديد عقده لثلاث سنين قادمين هنتكلم في الموضوع ده هنتكلم عن الصفقات الصيفية هنتكلم عن اخر قرارات الكاف واكيد هنتكلم عن المباريات القادمة للنادي الاهلي كل دي امور هنتكلم فيها مع ضفنا لمنورنا الأستاذ محسن لملوم الناقض الرياضي صباح الفور على حضرتك واهلا بيك مجور جدا ما فابدأ منين والله ملفات كتير قوي يعني نبدأ بنهاء دوري الأبطال وفكرتنا العودة للزهاب والإياب يعني نبدأ من النقطة دي يعني بسم الله الرحمن الرحيم أعزا أقول لحراتكم ان كارات الكاف اللي طلعت الاخيرة دي كلها بصراحة يعني كل ما الكاف يطلع كارات بيبين قديه هو فوضوي تماما عشوائي جدا بيثبت طول الوقت أخطاء المسؤولين عن الانتحاد الأفريق والقرد القدم واللي بالمناسبة بتثبت صحة موقف النادي الاهلي اللي احنا دي وقت في قناته يعني أكبر دي لعلكده عودة نظام الزهاب والإياب بسبب الجدل اللي طبعا كان حصل تتمنى مقترحات الاهلي بالضبط لأنه هو أصلا هما لما في الأساس لما الكاف أقرب القصة دي من ثلاث سنين يعني بيحاول يوازي موضوع يحاكي طبعا اللي بيحصل في أوروبا دور أبطال أوروبا لكن هو مشواخد بالو أن دور أبطال أوروبا أن كل مدن أوروبا بتتنقل الموطنين بتتنقلوا داخل أوروبا بدون تأشيرات بدون مشاكل المدن قريبة جدا من بعضها القطار من مدريد لروما لبريس الدنيا سهلة شوية ساعتين زمن بيكون في الدولة التانية والأمور ثالثة لكن طبعا ده ما بيحصلش في أفريقيا أفريقيا أصلا قارة فقيرة جدا التنقل فيها صعب لا يوجد الأطراطة في الكلام ده لازم تأشيرات وقصص كثيرة جدا وفي مشاكل في غرب أفريقيا لا في الجنوب لا الشمال له ومش عارفه يعني دايما فيها مشاكل فما ينفعش تعمل ده بالإضافة أن أنت النهار ده مثلا زي نهاي دور أبطال أوروبا لما حصل مثلا في بريس ما بين ليفربول وريال مدريدة هتلاقي جمهور الملعب لازم يكون مليان حتى لو لم يكن فيه من أسبانيا أو إنجلترا أو من ليفربول هتلاقي الجمهور الفرنسا عايزية يحضر لكن إحنا هنا لما تعمل مباراة ما بين مثلا زي السنة اللي فاتت النهائي اللي كان ما بين الأهلي وكذر تشيفز في ملعب مركب محمد الخمس بدون جمهور أي نعم طبعا كورونا وكده لكن برضو ما كانش الساعة كاملة أو مش الساعة كاملة أنت مش هتلاقي جمهور كتير بحكم أن المباراة على أرض محيدة ده بيضعف البطولة فكان لابد من العودة لنظام الذهاب وليه فإذا الكاف بيأكد أنه كان خطأ يعني هو بيأكد على أنه كان مخطأ ما كانش فيه دراسة للقرارات للأمور صحة وده بالمناسبة مش بس في دور الأبطالي يعني مثلا أول قرار خده هو تأجيل كسول مو الأفريقية من منتصف 23 ليناير 24 بحجة إن الأمطار في جد وفور فترة دي تبقى سيول والمناخ مش مناسب طبعا أنت اكتشفت دلوقتي المناخ مش مناسب حاجة غريبة ما هو عطول 6 أو 7 أمطار بالزبط يعني الصيف دايما في غرب أفريقيا بيقى في سيول وأمطار المناخ ما فجئناش بالزبط يعني حاجة غريبة جدا وده التأجيل الرابع لأهم بطولة في قرارة الأفريقية كسول مو الأفريقية التأجيل الرابع في آخر بطلتين يعني كان متفاهم منه تأجيل واحد بس لو كان بسبب كورونا من 20 إلى 20 إلى 21 عفوا من 20 إلى 21 إلى 22 اللي كانت في الكاميرون لكن دائما دائما فيه تخبط مش بس كمان بيأكد كمان برضو على تخبطه وفوضويته مش بس في كاسو الأفريقية أو في نهائي دور الأبطال لا في كاسو السوبر اللي هي المباراة الشرفية اللي ما بين بطل دور الأبطال وبطل الكونفدور اللي هي السنة دي ما بين الوداد ونهضة بركان المغربيين أعلنوا الظهر أنها تقام في تنزانيا على هامش كونجرس الكاف في شهر أغسطس وبعدين على آخر نهار أعلنوا أنها تقام بقى في المغرب لأن الفرقتين مغربين أنتوا يا جماعة يعني طب أنا عندي سؤال يعني يبدو سازج بس هو منطقي أو طالما سازج يمشي مع الكاف أبعد شوية بكده الاتحاد الدولي مالوش أقول في الهرترة اللي بتحصل بك لا ما هو اللي عامل ده هو اللي عامل ده عاز أقول لحركة أن ليه بيحصل الكلام ده في أفريقيا خلينا بس أقول قبل ما أجابع حركة على السؤال ده في حاجة رابعة أكملها في نظم الكرات دور السوبر الأفريقي اللي هم مزمع إن شاء الله أنه يبتدي السنة اللي جاية في أغسطس 23 أصلا نظام غلق فين الملعب لا لا دور السوبر ده بطولة أنا أتكلم كمان على كاس سوبر فين الملعب بالضبط نكون نتكلم أنه في الصبح أو بعدين نجراجوا عنه المهمة يعني علينا ده تخبط عادي دور السوبر بيقولك عايزين يعملوا البطولة الأكبر بقى الجواز بتاعتها 10 مليون دولار عشان يمحي دور أبطال أفريقيا هو ليه بيعملوا البطولة دي هو أخدين أفريقيا حق لتجارب لأن البطولة دي رفضت في أوروبا اليوف قال الأنديلة تزعمت ديه ريال مدريد وبرشلونة واليوفينتس والميلان الخبار في القارلة الأوروبية لما حاولوا يعملوا كده اليوف أهدد أي فريق يشارك في ده يتم استبعاده من بطولات اليوف لا ما هو أنا بقول لحركة الإجابة هم خلونا حق لتجارب جرب فينا الأول نفع نفع نجح في أوروبا ما هو نجح فشل خلاص ما إحنا كده كده إحنا كده كده مناش إيماء يعني كأفريقيا أيه ما هو أنا بقول لحركة الحقيقة اللي هي حركة سألتوا سألوا هو بتاع التحاد الدولي هو التحاد الدولي أصلا هو يعني إيه واخد أفريقيا دي تحت باطه ليه تحت باطه له سبب بسيط جدا لإما لما بتيجي اتخابات الفيفا كل أربع سنين جان أم فنتونو أو أي حد تاني هو مش هتفرق ما يهموش أو يسطر على أوروبا لأن أوروبا 55 اتحاد كلهم ما حدش بيسطر على حد كل واحد بدماغه قارة أمريكا الجنوبية كلهم عشر أصوات لكن يجي بقى في أفريقيا 47 سوط أو 46 سوط فيعني الدنيا هنا محتاجين لا سبب أدعى أنه يبقى أراضي 46 سبعة أربعين لا هو بيسوكو 46 سبعة أربعين أو 54 عفوا 46 دي أسيا ما هو مسيطر على أسيا أو أفريقيا كان الرقم مش العدل ده لازم يقوم رضي بقرارات الكاف ما هو بيراضي يعني أقول له أحرك على حاجة يعني في مهزلة حصلت في انتخابات الكاف الأخيرة اللي فاز بيها متسبيه لما كان الناس بتترشع انتخابات يعني أنا بتترشع والراك بتترشع والناس بتنتخب ما كانش فيه انتخابات كان فيه مصرحية هزلية جرت على أرض الرباط ساعتها في المغرب الرجل الجاني أم فانتينو عمل طوافق كل الناس اللي دخل ضد بعضها عمل طوافق كانوا خمسة مثلا على الرئاسة أو أربعة خلاص انت هناخد ده رئيس وانت نقب رئيس أول وانت نقب رئيس ثاني وانت نقب رئيس ثالث يعني كانت انتخابات بلا صندوق عملها كانت مهزلة طبيعي انتج عندها ده إحنا حضرين بالزبط هو بقى بيجرب اترفضت في أوروبا وجاني أم فانتينو نفسه ما قادرش يفرضها على أوروبا لأن أوروبا ما قادرش يفتح بقه معهم الناس بياخدوا حقهم فجاء عندنا في أفريقيا خلاص مررها مررها نشوف نجحت هتعد ما نجحتش خلاص هي فشلة وانترجع تانية حتى النظام نفسه 24 فريق متوازعين جغرافي الشمال ليه تمانية والغرب والوسط ليه تمانية والجنوب والشرق ليه تمانية أصلا ده غلط لسبب لأن لما تيجي لدور أبطال أفريقيا وكونفدراليا آخر بطولة تخيل في دور الدور الثمانية اللي هو كانت من فرق على القارة كلهم 6 منهم من شمال أفريقيا وكونفدراليا 5 منهم من شمال أفريقيا يعني 11 فريق من شمال أفريقيا من بين 16 يعني انت عندك هنا أهل وزمالك ترج ونج وداد ورجاء مش عارف شباب بلوزاد ووصف فرق قوية جدا بخلاف طبعا أنديت ليبيا وإذا اشترك حدي كمان معهم كان مصري كان برامت زفق وفدر لكن مثلا تجي في غرب أفريقيا أقوى فريق هو الكتن الكاميروني تخيل أقوى فريق عندهم الكتن الكاميروني تنزل في الجنوب هتلاقي أقوى فريق سندونز ويدوب مع أورلندو لكن مثلا أنديت زبابوي على عين وراسي أنديت مزبيق تخيل ما فيش تكافؤ هنا تمانية زي دا يعني هيخلي حرب شرسة ما بين أنديت شمال أفريقيا أهل زمالك الترجي النجم الوداد الرجاء شباب بلوزاد مثلا وصف التمانية دول حرب دروسهم عشان يطلع منهم مثلا خمسة يكملوا أو ستة أيا كان يعني النظام وفي النهاية جايب لي في الآخر أنديت مزبيق وزمبابوي ومش عارفين اللهم الدنيا سهل خالص إيزي فما فيش أي تكافؤ خلص النظام خاطئ تماما 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 توزيع خاطئ بداية سيئة فهي هتفشل هي البطولة هتفشل لأنه أصلا نحاول الله أستاذ محسن محسن النهاردة جاي لا وهذه حقيقة أنا أنا بنتكلم بس هما بيعملوش كده هما هم عارفين أنها هتفشل هما عارفين اللي بيعملوه غلط وعارفين أنهما لما أثناء المباراة في ملعب محمد الخمس بعد مباراة النهائي بعد مباراة نصف لا معتقدش أخيز محسن هما عارفين اللي بيعملوه غلط لأنهم يتلعوا وبرروا هما قالوا لك احنا عملنا اللي علينا وإحنا أعلننا وقلنا قدموا الطلبات وقدموا للمشاهد جوابات هما بينفزوا التعليمات ده هي بقى السيناريو الغامن ده هي أفريقيا اللي بتقدر تعملو فيها عملو براحتك محدش بيعمل أي حاجة محدش بيعمل أي حاجة يعني اللي انت عايز تعملو مش الظهر يعلنوا أنه نهاء السوبر الأفريقي أو المباراة السوبر الأفريقي في تنزانيا على هامش الكونجرس الكاف في الشهر أغسطس القادم وبعدين على بالليل يتدخل الفوز الأقجع لا لا هتبقى في المغرب عشان ليس يفروا الدول والأندال والمتخبات المتضررة من كل اللي نحن بنتكلم ده مفيش حد يقف وقفة كده ويقول الخبرية قارة مثلا وقف النادي الأهلي وكبير القارة الأفريقية وعمل الكلام ده وفي النهاية مش أكتر منه يعمل كده والناس عندهم حق ويمكن الصورة كانت واضحة بالفيديو للجمال الكابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي لما كان أقل مع جاني أمفانتينو ومع متسبيئة سنود فير ده مش عادل في النهاية معلش يعني الطبطب على الكابتن الخطيب بس هما هو النادي الأهلي عمل عليه يعني خلاص تبصورة بليغة أول اللي هتكتكلم عليها اللقطة دي كانت بليغة الضبط طبعا في النهاية هيعمل إيه هيعمل إيه أكتر من كده هيخاطب مين هيخاطب جاني أمفانتينو يعني يعني سوري في اللفظ حميع حرميها يعني يعني بتتقل كده أنا يعني المتضرر مثلا أو الجانب الآخر اللي هو الكاف مثلا الأهلي كان كان واخده خصم في القصة دي هيشكل الفيفا ما الفيفا هي اللي سند يعني الكاف رضيع الفيفا يعني أو رضيع جاني أمفانتينو هي بتمشي كده على طول فللأسف القارة للأسف موبوءة قرويا للأسف الشديد جدا والكاف واخدها كده يعني وبعدين يرادوا الناس مليون دولار لتطوير مش عارف من أي كلام طبعا فأي كلام أنا شافة الوحد عايزيني اللي مع الفاقرة دي أنا شاف عينك دمبعت عارف أسرد 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 محسن ما بيجاملش في كلامه تك 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 فأعني طيب أستاذ محسن أنا هستأذن حضرتك أننا هنروح دلوقتي بس للجونة يعني ونرجع علشان نتابع استعدادات بس لأهلي طبعا وانطمن حضراتكم قبل مواجهة الجونة ومراسلنا العزيز المتواجد هناك فاروق صلاح فاروق طبعا صباح الخير وطلعنا كده بقى كاننا عادين معاك دلوقتي في الجونة طبعا عن حالة التقس الأجواء عندك الكواليس الوان توان اللي حصلت مع سوارش والفريق حتى مش في الاجتماعات الأساسية يعني خلينا نعرف ونتطمن عن الأوضاع وفي نفس الوقت الاستعدادات البدنية والاستعدادات النفسية ولو في أي معلومة عندك برضو حابب أن أنت تضيفها تفضل يا فاروق يعني خليني في البداية صباح الفل عليك أنا هواندي صباح الفل عليك يا كريم وطبعا برحب أستاذنا في كل مكان من هنا من الجونة وآخر استعدادات تفريق للنادي الأهلي لمواجهة تفريق الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والمباراة المقرر إقامتها على استياد خالد بشارة في تمام الساعة التاسعة مساء خلينا نقولك الأجواء هنا يعني أجواء أكثر من راعة ارتفاع طبعا شديد في درجات الحرارة بتكلمنا أهواندي في درجة حرارة ما بين 37 30 ل38 درجة مقوية درجة الحرارة لكن من المنتظر إن شاء الله يكون درجة الحرارة في توقيت المباراة من 28 ل30 درجة مقوية في ارتفاع يعني شوية في نسبة الرطوبة لكن ملعب خالد بشارة واحد من الملعب طبعا اللي بيتميز أن يبقى فيه طيارات هوا من كل الجوانب طاقت ده ممكن أنه يعني جد جو أفضل إن شاء الله أثناء توقيت المباراة طبعا بالأمس كان وصول تمام لا أنا بقول لكريم على المعلومة دي يا فاروق أنا مش عارفة أنك سمع أنا بقول لكريم على خالد بشارة طبعا الله يرحمه كان حد يعني محترم جدا جدا وبالفعل طبعا يا نهواند كان من إدارة اللجونة تخليدا لإسم وقيمة خالد بشارة تم إطلاق إسم خالد بشارة على أستاذ اللجونة وهو واحد طبعا من العلامات المميزة داخل الجونة بالأمس طبعا كان وصول فريق النادي الآهلي إلى الجونة خلينا أقولك أن الأجواء هنا أكثر من رأة أجواء احتفالية الجميع النهار دا بيتوافد يتصابق إن شاء الله لحضور المباراة أعتقد أن أعتقد أن السيد خالد بشارة يكون مليء بجماهير للنادي الآلي في بعض الجماهير القادمة من القاهرة بالأمس إلى جانب الموجودين والمقيمين هنا في الجونة حرص مجموعة كبيرة جدا من جماهير النادي الآلي على الحضور إلى الجونة أمس لمسندة ومؤذرة النادي الآلي في هذه المباراة طبعا اللي قلنا ستنطلق في تمام الساعة التسعة طبعا كان حضور النادي الآلي إلى مقر اللقامة سريعا تم تسكين اللعبين تناول اللعبون وجبة العشاء عقب وجبة العشاء كان فيه محاضرة أو جلسة جمعة مابين مستر ريكاردو سوارش وجهازه المعاون والكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامي أمصان تفاصيل كتير جدا طبعا يشتغل عليها ريكاردو سوارش نهواند وكريم طبعا عقب مباراة بترجيت الفريق استأنف تدريباته على مدار يومين طبعا بعض اللعبين اللي خرجوا من قائمة النادي الآلي لذي المباراة خلينا نقول أن حسين الشحاد كان شعر بألام فيه الرجبة وعقب مباراة بترجيت الجازل في طب فضل النوى يعني يدي له راحة من التدريبات على مدار اليومين وبالتالي خرج من قائمة المباراة محمد عبد المنعم بيغيب عن هذه المباراة نظرا للحصول على الإنذار الثالث أيضا ياسر إبراهيم كان شعر بإجهاد في العضل ويعني فضل الجهاز الطبي كده يعني كان شد خفيف فضل الجهاز الطبي أنه يخرجه من مباراة بترجيت وبالتالي ياخد فترة راحة أطول طبعا استعدادا للمباراة القادمة سواء مباراة فيوتشوري 12 أو مباراة بيرامدس أو إن شاء الله مباراة لنهية أمام الزمالكم 21 طبعا الأجواء اللي اللي احنا لمسينها من مستر ريكاردو سوارش في الأيام البسيطة حاول يشتغل على أدق التفاصيل حاول يصحح الأخطاء طبعا مع عملية الروتيشن والتدوير اللي بيعملها في النظر اللي تلحم المباراة وهو أتكلم في هذا الأمر الأهلي أو مع المنتخبات الوطنية يعني حتى في أحصائية كان رؤول فاريا مطور الأداء وبيدر مخطط الأحمال جاهزوا طبعا فايل لكل لعب في لعبين في النادي الأهلي عدد المباريات اللي اشترك فيها على مدار الموسم بيتجاوز الـ 55 مباراة وده رقم كبير جدا نهوان طبعا والأستاذ محسن ممكن يتوقف أمام هذا الرقم إن الرقم ده بيبقى رقم كبير جدا بالنسبة لها في موسم واحد سواء يعني بعض اللعبين أمثال عمر السولية وحمد فاتحي وياسر ربارين بيبقى عدد كبير جدا من المباريات إلى جانب محمد مجد أفشا حمد شريف بيبقى كم كبير جدا من المباريات مستر ريكاردو سواريش عقد بمحاضرة فيديو قبل المراني الأخير أمس مع اللعبين طبعا الحديث على أهم النقاط الخاصة في فريق الجونة اللي خلينا نشدد على صعوبة اللقاء يعني خلينا نتفق أن فريق الجونة في موقف صعب جدا وده بيزيد من صعوبة اللقاء خاصة أنه في المنطقة الصعبة جدا مع فريق الإسماعيلي مع فريق المقاولون العرب مع الشراء الدخان مع مصر المقاصة كمان بعض الأخبار اللي بتقال على تغيير الجهاز الفني كابتن تامر مصطفى وكابتن رحمة صديق عقب هذه المباراة طبعا الجهاز الفني الفريق الجونة كان خاض 8 لقاءات تلقى لازيمة في 6 لقاءات وتعادل في لقاء وهزم في لقاء ده بيزيد من صعوبة اللقاء ويدي دوافع أكتر للعاب فريق الجونة أمام فريق النادي الآلي طبعا لجنة الحكام الهواند كانت أعلنت طاقم تحكيم لهذه المباراة بقيادة الكابتن محمد عادل ويعونه سمير جمال وهاني خيري خلينا نذكر جماهيرنا أن آخر مباراة حكمها محمد عادل محمد عادل فريق النادي الآلي كانت مباراة للأهلي والزمالك اللي كانت في الدور الأول وانتهي بفوز النادي الآلي بخمس أهداف مقابل ثلاثة أهداف أأكد لك أيضا أن ظهور النادي الآلي هيكون بالزي الرسمي الرداء الأحمر للنادي الآلي فريق اللي جونة يكون ظهوره به الرداء الأبيض الحالة النفسية زي ما انتكلمت برضو نهواند والحالة البدنية عايزة أمنك أن مخاطط الأحمال بدره يشتغل على تفاصيل مهمة جدا الحالة البدنية للعابين في دوافع نفسية جديدة عند لعاب النادي الآلي مستر ريكاردو سواريش في كلامه بيعقد جلسات فردية مع اللعابين بيحاول أنه يشتغل على الحالة المزاجية طبعا والحالة النفسية خلينا نقطبس كلمة كريم طبعا الحالة المزاجية الأجواء أكثر مرة نهواند أطمنك وأطمن جماهير النادي الآلي إن شاء الله تكون مباراة مهمة جدا النهاردة العاب النادي الآلي يكونوا قادرين على تحقيق الثلاث نقاط في هذه المباراة أنا موجود معاك يا نهواند موجود معاك كريم لو فيها أي استفسار أو أي تسار هو فيه بعد كده نحن كنا معاك بالضبط بجد يا فاروق تغطية أكثر من رائعة مشكورة جدا عليها وإن شاء الله يعني زي ما بنتفاعل بك كل مرة كده قبل كل مباراة بتكون معنا وتطلعنا على التطورات الأخيرة يعني نفوذ النهاردة وتبقى كمان مباراة حلوة إن شاء الله هيتبقى مباراة حلوة أو إيه إن شاء الله مفترة تبقى مباراة كويسة طبعا الساس فاروق كان أصار حاجة مهمة جدا آه كذا نقطة غمين اللي هي حتة ضغط المباراة اللي عابت لأهلي أو بيلعبوا 55 مباراة في الموسم أو في السنة ده ده بقى العادي وده يعني بيقودنا لما أقولها بصراحة صعبة شوية إن الحل لضغط المباراة في الكرة المصرية إن الأندية تفشل تفشل بر خارجيا في مطلعات أفريقيا يعني لك أنت خالي مثلا الأهلي اللي بيزيد لأنه بيلعب في أفريقيا وبيكمل بيصال النهائي بيفوز بيلعب في كاس عام الأندية بيلعب في كاس السوبر كل دي ارتباطات بتأجل يعني النهاردة لو كان قلي طبعا اللهم يوفق في الفوز بيدوري أبطال لو كان فاس كان يلعب مباراة السوبر الأفريقي اللي كانت في أغسطس كانت تأجل الأسبوع تقريبا 31 على ما أعتقد مع مباراة كاتمارش الاتحاد هتأجل كمان الدوري بدل ما ينتهي مثلا في نهاية أغسطس ينتهي مثلا في أول أسبوع من 9 مع مارشين كمان يخلص 9 يعني الحل بالنسبة للقائمين على الاتحاد الكورة أو بالنسبة لمباراة الدوري والكاس والكلام ده كله إن الأندية المشاركة أفريقيا خارجيا تفشل لأنه كل ما فيه عندنا أربعة أهل وزمالك مثلا وفي دور الأبطال وفي بيرامدز وفي يوتشار في كونفدرالية كل ما خرجوا مبكرا كان حل للكورة المصرية فتخال إن الحل هو الفشل هذا حل وحش قوي ما نعرف أنه حل أدي سخرية القدر أنا بضحك عليهم يعني التخيل الحل إن إحنا نفشل يعني نفشل خارجيا حتى المنتخبات تفشل والتراكمات دي والتأجيلات دي بيانتوا جعانا إن إحنا لسه من كام يوم كانوا بنرعب ماتش في الكاس الأولاني محضراتي بقينا ما ماتش ده في أي كاس ده القديم ولا الجديد ده الكوميديا ده الكوميديا الاتنين مفتوحين على بعض ممسوقة لا معرفية إحنا طبعا منفردين في كل حاجة في الحاجات دي يعني حتى الدوري إنه يستمر لمدة عام كامل إحنا عملناها قبل كده وإحنا بنقررها تاني يعني إحنا بنضرب الرقم التخصي بتاعنا يعني بعد كده هيبقى الدوري مثلا سنة أو شوية مستاذ وحسن جاي النهاردة والله على أفضل لا ما هذا مش على أخذ ده واقع يطلح لأناس نصحين ونفضل حتة مضيئة ومشرقة زي مثلا مصرح وتجديد عقده مع ليفرد بول وبطبيعة الحال الطرفين مستفيدين عادنا كده كلنا فترة من الغموض مش فاهمين إيه اللي بيحصل التوقيت اللي أعلن من خلاله أو تم من خلاله تمديد أو تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفرد بول اللي هو مباشرة بعد رحيل ساديو مانيه للباير هل ده كان ده صدفة ولا كان مقصودة شفت اللي حصل ده عموما لا أنا شافه أنه مقصود مقصود من إدارة ليفرد بول تحديدا لمي مقصود؟ لأن طوال فترة علامات استفهام يعني عامل شاط غموض أنه بيعمل قلق شوية لجمهور ليفرد بول أو بيدايق شوية لو ما هم جون بقى يجددوا بعد ما جددوا يروحوا عاملين بقى إيه اللي هو عملوا بنفس الغموض بتاعك يعني إلا يحصل طب صلاح مش عارف إيه مش عارف الحلم يكتم يعني خلاص بيلعبوا بعض يعني في النهاية حرج بتقول الموين المستفيد أنا شاف اللي اتنين مستفيدين يعني بكل أمانة ليفربول بعد طبعا رحيل واحد قيمة كبيرة جدا زي ساديو ماني مع الفرقة طبعا قيمة كبيرة لكن كان لابد في الوقت ده يبقى صلاح ما ينفعش يرحل الاتنين دول في توقيت واحد ما ينفعش لابد أن يبقى صلاح بالنسبة لليفربول مكسب عالي جدا مع طبعا أن هم جلبوا لعب زي نونيز ده مشروع يعني يستحق وقت كبير جدا اللي الحديث عنه مشروع الكلاب اللي هو بيهتم بالصغار زي دياس كده وجوتا وزي ما عمل في 2016 2017 لما جاب مو صلاح وساديو ماني ورح ببادئ بهم المشروع اللي اكتمل خمس سنين متواصلة من النجاح بيعمل دوقتي مع الشباب الصغارين دياس وجوتا وضم لهم نونيز اللي هو ما زال برضو 22 سنة أو لسه صغير لكن هو بيعمل المشروع ده كان لازم يبقى فيه قائد كبير وقيمة بيرزي محمد صلاح خصوصا بعد رحيل ساديو ماني ده بالنسبة ليفربول بالنسبة للصلاح مهم جدا أنه يكمل أرقامه لأنه لو مشي من دور الإنجليزي الأرقام توقفت ويكمل بقى مثلا حتى لو في ريال مدريد نفسه اللي هو أعظم عندية الكون يعني لو لعب فيه ممكن يزود أرقامه في دور أبطال ماشي لكن في النهاية هيبتدي عد من جديد في مكانت يعني لكن هو هنا حطم أرقام هنا حطم أرقام مثلا أكتر لعب أفريقي سجل في الدور الإنجليزي أكتر لعب أفريقي يعني داخل على هنا يحطم بالضبط يعني هو بقى له بس أنه يفوز بقى له حاجتين يفوز بكرة الزهبية دي اللي فاز بها الأفريقي الوحدة اللي فاز بها عبيدي بيليه في 95 لما كان في وأنه هو يبقى أكثر لاعب أفريقي تسجيلا دي ده رجبة تقريبا بعدد أهلاف قليل يعني مش متسكر رقم دلوقتي لكن هو كان حطم رقمه في كسر لعب أفريقي سجل في الدور الإنجليزي بقى يخش على الدور الأبطال ويفوز بي أكتر من مرة يعني طبعا هو غير موفق لأنه مرتين خسر في النهاء والمرتين قدام ريال مادري لكن هو كان مهم أنه يبقى لأنه هو كمان صلاح ما بقاش لاعب أو لاعب كويس بقى عيقونة لمدينة ليفربول هي قائمة عليه فما ينفعش وما حصلتش أبدا في إنجلترا أنه بيعملوا أغاني اللاعب اتعاملت لصلاح اللي يكونها المشهورة جدا لليفربول لأنت سيرة وحدك يقول نيفر وكلون فتعاملت له مو صلاح فالموضوع ما ينفعش كل ده ده لي قيمة برضه عشان كده لما تلاقي صلاح كان مصمم مثلا أو هو رامي عباس كان مصمم على 500 ألف سترليني في الإسبوع نزلت 350 ألف سترليني النزول ده برضه يعني توافق ما بين رغبات صلاح وأنه البقاء لأنه خلس الكيميا مشيت وهو دوقتي هيبقى مش قائد طبعا مش الكابتل لكنه قائد المجموعة دي بما وهبت لأنه خلاص ما في السادي وما نيه هو الواحد فأكيد ده نحتم لنفاضل تقريبا دقتين يعني وأنا أستاذ لملوم عايزة ألم معاك شارف عيجات كده نروح لكريستيان ورونالدو لأن أنا من الناس اللي زعلان عليه جدا تمام وهو ربما الخطوة لانتقاله لمانشستر ما كانتش الأمثل وهو كان متوقع يحرم كتير لكن مش هقول اتخزل بس هو ما قدمش أي حاجة تقريبا ولا النادي يقدم له أي حاجة فتشوف دلوقتي تحركات رونالدو مفروض تبقى إزاي اللي جاية فكرة كمان انه هو ما حضرش التدريبات الأخيرة بحجة أنه عنده بعض الالتزامات العائلية يعني لو نحن نرجع بلاشباك بالنسبة لرونالدو هو الخطأ أنه راح نعى الريال مدريد من أربع سنين أنه ما كانش ينفع يسيه بريال مدريد لو كان أحد الأساطير كمل بقى في الريال فاز مفاشران طبعا الريال بيفوزه كل حاجة فكان مفروض يكمل هو راح طبعا اليوفونتوس عشان يحق معهم دورة أبطال ما حصلش فاز معهم بالدوري بالكياس بالسوبر عادي جدا لأن اليوفونتوس يعني هو الميلان والإنتر يمكن الميلان والإنتر مؤخرا فازوا بالدوري واربع سنين لكن اليوفونتوس كان هو المسيطر لما رجع منشستر هو رجع لمنشستر رونيتد بالعاطفة كان عنده ساعتها عرضين منشستر سيتي ومنشستر رونيتد كان معقولة عاطفة تغلب هنا طبعا لا تغلب هو برتغالي البرتغالين زينا ما يرجع بقى مدينة منشستر فنفعش يروح للعدو وانت مجدك صنعته أو بداياتك صنعته في منشستر رونيتد فنفعش تروح للعدو اللي هو الغريم اللي طلع بقى بالفلوس واللي هو الستي طبعا الستي بيكسب الدور الإنجليزي المشارك في دور أبطال أوروبا مشكلة رونالدو مع منشستر رونيتد مش أنه يكسب الدور الإنجليزي هو الهدف التاريخي لدور أبطال أوروبا فارق كبير جدا عن ميسي وهما الاتنين فارقين كتير جدا عن رقم ثلاثة ممكن بخمسين ستين جون أرقام كتيرة جدا فكان يهمه طوالما هو في السن ده ومكمل سبعة وثلاثين سنة أو ثلاثين سنة يقدر يكمل تاني لكن للأسف هيضل معضلة عشان كده أنا بشوف أنه الأرجح والأقرب أنه أروح فارق زياد شيلسي لأنه هيشارك في دور الأبطال وما بعدش كتير عن الدور هي الحاجة الأكيدة أننا الأساطير اللي تعودنا نشوفهم مع نواديهم الأصلية حتى مستواهم تهزي بصورة ملموسة وده ينطبق على كمان حتى على ميسي نشكر حضرتك على وجودك فعلا نشوفك على خير إن شاء الله وحنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى إن شاء الله أو خضراتكم ترجعوا بالسلامة لقوا نهواند ودكتورة دينا بيكلمة في وضوع يهموكم خليكم معنا